اشتركوا في القناة وكأن هذا المجرم الذي يطارد أهل أوال قد أدمن نهش الضحايا وضحايا البحرين ليسوا كأي ضحايا هنا عبرات وجراح وإنما مع هامة لا تنحني من الإرادة والعزة الياس الملأ الذي يسحف إليه الورم السرطاني هو نموذج لأولئك الذين لا يبيعون عزتهم وهو نموذج يذكرنا أيضا بالأمهات الصامدات اللواتي يكمن أصل الحكاية وخواتيمها 2015 تم استهدافه هو مجموعة من الشباب عندما ركل الأرجل على بطن الياس وهو في حالة تشنج مما أدى إلى إصابتها بالورم السرطاني طبعا تم اكتشاف هذا الورم السرطاني في 1 غسطس 2015 منذ الثورة كان مطاردة ظل قلب الأم يخفق مع خطوات ابنها الذي لم يكن يستقر في مكان معين خشية تعقب الأعين الوقحة كان الياس مميزا كما تروي والدته الصبورة فيه حنان يتسع لكل الأخيار ولكنه أيضا قوي لا يعرف الهزيمة ولديه إرادة أن يهزأ بالسجن وبالسجان وبهذا الورم الخبيث اللي بتسبب به تعرضه للتعذيب الكل يعرف أن الورم السرطاني كان نصافي الياس وهو داخل السجن وصار بالمرحلة الثالثة من الورم السرطاني الخبيث وفي هذه الفترة الدكتور المختص المعالج لالياس متخوف أن المرض رجع مرة ثانية بسبب الأعراض المستمرة وبالزيادة فامتناع الياس عن مواصلة العلاج بسبب الإهانة والإدلال اللي قاعد يحصلها فهذا يؤدي حياتها إلى الخطر يعني في أي لحظة أفقد الولد تراود الأمة أحلام تتجمع فيها صور المقابر وعوائل الشهداء وهي تضع كل يوم يدها على قلبها خشية أن يكون معاد رحيل في لذة كبدها قد اقترب ستكون فخورة أكثر بابنها حين يختاره الله في عذاد الشهداء ولكن الأمة ليس عليها من تثريب وهي تسكب الدموع على ست سنوات من زهرة شباب الياس وهي تدعو الله أن يأخذ من عمرها ليمنحه ابنها الذي يقول لها إنه لن ينكسر ولو اشتد عليها الحصار الانكسار من الجلادين ومن هذا المرض الفتاك هذا التقرير الطبي من المستشفى العسكري تثبت حالة الياس بالورم السرطاني الخبيث بالدرجة الثالثة وهذا التقرير الطبي من السلمانية تثبت نفس التقرير الأولي أما باقي التقارير الثانية ممنوع منع باطن أستلمهم ليش؟ لأنه دخل الياس في المرحلة الخطر علشان تشيدي رافضين أن يسلموني أي تقرير ثاني؟ طبعا هاي التقارير بصعوبة قدرت أستلمهم من المستشفى فأتمنى أن يتم الأفراج عنا وعوضة عن الأيام السنين اللي راحت من حياتها وأقوموا بواجباتها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر